موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة ونصلت سويا الضوء على أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية بشأن الأوضاع في اليمن نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع نيوز يمن جاء فيه قبائل مأرب تنظم عرضا وتعلن إسنادها للجيش الوطني في جبهة القتال ضد الإنقلابيين نقل الموقع الحقوقيين القول تزايد استغلال الأطفال من قبل الحوثي في القتال من العنوين التي جاءت تفاصيل خبر اختيار البنك الدولي الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ضمن خمس نساء كسرنا الصورة النمطية عن النساء العربيات ويقول الموقع صنف البنك الدولي خمسا من النساء العربيات هن الأبرز والتي تمكن من كسر الصورة النمطية المتخيلة عند النساء العربيات نقل الموقع في التفاصيل أيضا أدرج البنك الدولي اليمنية توكل كرمان إحدى المدافعات عن حقوق المرأة وأول مرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام وأضف الموقع ذكر من بينهن العراقية مديحة البيرماني التي تبرع بمليوني دولار لبناء مدرسة ثانوية للبنات في مصقة رأسها مدينة الحلة حيث اضطرت للذهاب لمدرسة للبنين وقت دراستها لأن المجال العلمي الذي أردت أن تلتحق به لم يكن متاحا إلا للأولاد تابع الموقع كما اختار البنك التونسية سارة التومي التي انتقلت من باريس إلى قرية بير الصالح لتؤسس جمعية حلم في تونس لمساعدة النساء في تعلم الحرف اليدوية والترويج لها ووضعت ضمن القائمة الأردنية لينا خليفة والتي تعمل في مجال الدفاع عن النفس وأسست منظمة غير حكومية لتعليم الأردنيات أسليب الدفاع عن النفس ومواجهة العنف المنزلي ننتقل إلى مصدر أونلاين عن صحيفة الحياء السعودية الوفد الحوثي متواجد في استراحة على الحدود بينهم محمد عبد السلام في إب مقتل اثنين من ميليشيا الحوثي في معارك مستمرة تشهدها حزم العدين في الشأن الاقتصادي جهود يمنية لإعادة إنتاج النفط في القطاعات التي تقع تحت نفوذ الشرعية ركز الموقع على حادثة مقتل شاب تعذيبا على يد الميليشيا في المحويت يقول الموقع في تفاصيل الخبر قالت مصادر خاصة بأن أحد المختطفين في سجون جماعة الحوثي وقوات صالح قتل إثرى التعذيب الذي تعرض له في إدارة أمن مدرية شبام بمحافظة المحويت وسط البلاد وذكرت المصادر لمراسل المصدر أونلاين بأن جثمان حميد محمد صالح عوضة وصل إلى ثلاجة المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت بعد أن فارق الحياة في معتقله بإدارة الأمن وأضافت بأن عوضة تعرض للتعذيب من قبل سجنيه هذه هي حكومة حكومة تعز تحت هذا العنوان نشر موقع مصدر أونلاين مقالا للكاتب عبد الحكيم هلال متحدثا عن تعز التي نقل عنها أدوارا كثيرة لأبناء المدينة وهم يعملون كحكومة متكاملة في مدينتهم ويقول الكاتب تعز المقاومة لم يعد يعنيها تشكلت حكومة جديدة أمضلت على ما هي عليه فتعز بعد عشرة أشهر من الإثخان والإهمال شكلت حكومتها بنفسها ذلك المقاوم الذي يتنقل بين الجبهات ليل نهار هو رئيس وزراء تعز ذلك الشاب القوي الذي يحمل على ظهره رشاشا ويتنقل به من جبل إلى آخر ليدافع عنه هو وزير دفاع تعز ذلك الضابط الذي ينام مع جنوده في الخنادق هو رئيس أركان تعز ذلك المقاوم الذي يتواجد في نقاط الأمن هو وزير الداخلية ذلك الشايب الذي يقود حماره حاملا على ظهر الغذاء والدواء بين الجبال والسهود هو وزير النقل ذلك الطبيب الذي يسهر أمام الجرحة ويجري العمليات الجراحية اليومية للمصابين هو وزير الصحة ذلك المهندس الذي يوصل الطاقة الشمسية للمنازل هو وزير الكهرباء ذلك السائق الذي يوصل سهاري جمياه السبيل إلى الحارات هو وزير المياه تلك الناشطة التي توثق وترصد جرائم الميليشيا هي وزيرة حقوق الإنسان تلك الفتاة التي تمر من منزل إلى آخر لمعرفة المعوزين للمساعدات وتقييد أسمائهم والعودة لتسليمهم المعونات هي وزيرة الشؤون الاجتماعية ذلك المصور الذي يتواجد في نقاط التماسي وبين المنازل المدمرة لينقل الصورة للعالم هو وزير الإعلام في تعز نذهب إلى موقع التغيير نت نطالع أبرز العنوين والأخبار في صفحتي الرئيسية ضباط وجنود يمنعون ميليشيات الحوثي والمخلوع من اقتحام معسكر العمالقة في حرف سفيان نقل الموقع عن وزير الأشغال العامة وحي أمان إعادة الإعمار في عدن لن تقتصر على ما دمرت الميليشيا من العنوين التي جاءت أيضا مشرف حوثي يقتل مرافقا لمشرف آخر بحجة استهداف الأخير لأبناء منطقة وركز الموقع على خبر عملية إنزال جوي لمواد طبية في تعز يقول الموقع في التفاصيل نفذت طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبالتنصيق مع قيادة اللواء 35 مدرع نفذت عملية إنزال لمواد طبية وإغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقالت مصادر عسكرية للتغيير نت أن عملية الإنزال تضمنت ثمان مظلات تسلمتها قيادة اللواء 35 مدرع وسيتم توزيع المواد الإغاثية للمواطنين في المناطق المحررة وللمتضررين من أثار الحرب نتحول إلى موقع الصحوة نت نقرأ فيه أبرز الأخبار محافظ تاعز علي المعمري يدعو إلى كسر الحصار عن تاعز وتحييد البنك المركزي في الشأن الاقتصادي والإغاثي توزيع احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية على الإمارات قطر الكويت اهتم الموقع بالتقارير المنظمات الدولية عن تزايد أعداد النازحين داخليا في اليمن يقول الموقع في التفاصيل أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العلية لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين داخليا في اليمن بلغ وفقا لأحدث التقديرات إلى مليونين واربعمائة وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وسبعين يمنيا ولفت التقرير المشترك الذي صدر أمس الثلثاء تزامنا مع مرور عام على بدء النزاع في اليمن في شهر مارس الماضي إلى انخفاض طفيف للغاية في عدد النازحين داخليا في اليمن والذي سجل في ديسمبر الماضي مليونين ونصف المليون نازح وقد أعربت المنظمتان في تقريرهما عن بالغ قلقهما إزاءاء الأوضاع في اليمن وبخاصة الوضع الإنساني المتدهور والظروف الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل عدم ظهور تسوية سياسية في الأفق وحذرت المنظمتان من أن الوضع في اليمن قد يزداد تدهورا في الفترة القادمة ودعت المنظمتان أطراف النزاع اليمني إلى منح كافة التسهيلات الإنسانية وبخاصة إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب القتال نستعرض من موقع يمن مونيتور أبرز التطورات اختفاء مسؤول حكومي بمحافظة أبيان اليمنية في ظروف غامضة عنوان الموقع أيضا بحاح يوجه بتوفير ملياري ريال لتأهيل المنازل المتضررة من الحرب في عدن ركز الموقع على تصريحات إيرانية بالشأن اليمن مسؤول إيراني بارز يشير إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن في الشأن السياسي تترق الموقع إلى تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي وجاء في تفاصيل الخبر قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إن الحكومة مستعدة للذهاب للمفاوضات مع الإنقلابيين في أي زمان ومكان وتابع الموقع في التفاصيل جاء ذلك خلال خلال بحثه بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مع ميشيل ريموند عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر وعضو اللجنة البرلمانية المختصة بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية واليمن خلال بحثه المخلافي للمستجدات والتطورات السياسية على الساحة اليمنية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد حسب وكالة سبأ الرسمية أضاف المخلافي الحكومة الشرعية لم تختار الحرب ولكنها فرضت عليها من قبل الإنقلابيين مشيرا إلى أن الحكومة تمد يدها للسلام ومستعدة للذهاب إلى المفاوضات في أي مكان وزمان وفقا للمرجعيات والأجندة والالتزامات المتوافق عليها حرصا على إحلال السلام وعلى تجنيب الشعب اليمني إراقة الدماء اليمن بلد الصفقات والمساومات هذا عنوان لمقال كتبه الكاتب محمد صلاح ونشره موقع يمن مونيتر تترق فيه إلى المواطن اليمني وإلى تضحياته قال الكاتب في اليمن كل شيء يمكن التفاوض حوله والسؤال عن ثمنه حتى في الحب الذي لا يباع ويشترى فالموروث الشعبي يعج بالشواهد المؤيدة لذلك وتظهر بيوضوح سافر في الأغاني الشعبية هذا ما تفصح عنه شخصية المجتمع اليمني في جانبها الوجداني الذي لا يخضع للمصالح فكيف في القضايا والأمور التي تحكمها المنافع المتبادلة كالقضايا السياسية وغيرها نستطيع أن نستشف من الأغاني الشعبية اليمنية المتداولة والسائرة بعض سمات المجتمع وجانبا من شخصيته وسلوكه إزاء المواقف التي تواجهه في الحياة تظهر العديد من الأغاني الشعبية بأن اليمني لا يقبل التضحية بدون مقابل ويصعب عليه تقبل دور الضحية والمظلوم فاليمنيون بطبيعتهم ميالون إلى الليل في التعاطي مع القضايا التي يواجهونها وكل مشكلة لديهم قابلة للحل على شريطة أن تعطي لكي تأخذ وحين يختلفون فإن قاعدة الكسب للجميع هي المقبولة والسائدة في تصفية الخصومات أخيرا هذه السمة في الشخصية اليمنية كما يقول محمد عبدغانم لا تدل على الانتهازية والارتزاق لكنها تعبر عن شخصية واقعية لا رومانسية عملية لا نظرية كما نجد أن طبيعة الإنسان اليمني سريعة الاستجابة للتغيير فحين تشح السماء بمائها أو يتوقفه طول الأمطار يبادر الفلاح اليمني سريعا لاقتلاع المحصول من الأرض ويستبدله بآخر فقد أكسبته طبيعة الحياة من حوله مرونة علمته البحث عن البدائل المناسبة حين يدرك أن نتيجة ما قام به في السابق غير ذي جدوى مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع والذي نقل عن لسان مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد محسن خصرف قيادات عسكرية وقبلية ستعلن غلاءها للشرعية بعد تعيين الأحمر نائبا لقائد الجيش عنوان الموقع علم دين حوثي يصدر فتوى بوجوب التصالح مع النظام السعودي ويقول الله أمرنا بذلك في عنوان آخر الفريق الأحمر يثمن موقف تركيا الرافض لانقلاب الميليشيا واهتمامها بمعالجة الجرحى ركز الموقع على تفاصيل خبر تعليق الدراسة في إحدى مدارس البنات في عدن بسبب تهديدات جاء في الخبر علقت ثانوية عدن النموذجية للبنات الدراسة فيها حتى إشعار آخر بعد تلقيها تهديدات من متطرفين وأوضحت مصادر للموقع إن قرار تعليق الدراسة في ثانوية عدن للبنات جاء بعد اجتماع مطول ضم طاقم المدرسة وعددا من أولياء أمور الطالبات وذكرت المصادر أن قرار تعليق الدراسة جاء بعد تلقي الطالبات تهديدات من متطرفين يزعمون انتماءهم لما يسمى بتنظيم الدولة المتطرف طالبوا فيها الطالبات بعدم ارتداء الزي المدرسي بحجة إنه ليس من الإسلام إلى ذلك أفدت مصادر مطلعة أن مدرسة أساسية وأخرى الثانوية بمدرية الشيخ عثمان في عدن تلقت نفس التهديدات قبل يومين وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين اقتحموا مدرسة العبادي للتعليم الأساسي وأيضا ثانوية بلقيس وخاطبوا الإدارة بضرورة إلزام الطالبات بالحجاب الشرعي أو سيتخذون إجراءاتهم الخاصة بهذا نكون قد أنهينا جولة الصحافة اليمنية وقبل أن نستعرض ما لدينا من الصحافة العربية نذهب إلى فاصلا قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في برنامج كوشك الصحافة ننتقل الآن إلى أبرز ما تقوله الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والتي تابعت تطورات المجهد السياسي في اليمن حيث وصفت صحيفة العرب الجديد الصادرة في الدوحة المحادثات بين ممثلين عن ميليشيا الحوثي والسعودية بأنها تشكل تطورا نوعيا وغير مسبوك في مسار الحرب في اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع الصالح كما يأتي هذا التطور بالتزامن مع تواجد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في السعودية للدفع باتجاه استئناف المحادثات تفيد الصحيفة لا تزال طبيعة التفاهمات التي أفضت إلى الوصول إلى هذه المرحلة من اللقاءات المباشرة غير واضحة وفيما تذهب بعض تعليقات المحللين إلى ربطها بلقاءات غير معلنة بين ممثلين سعوديين وحوثيين وعمانيين عقيدت بشكل متقطع في الشهور الماضية في العاصمة العمانية مسقط فإن مدونة نشرت نص رسالة منسوبة إلى المبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد موجهة عبر البريد الإلكتروني إلى المساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيري فلتمن تشير العرب الجديد عن مضمون الرسالة إلى أن الحوثيين قدموا الشهر الماضي مقترحاً للمبعوث الأممي لاستئناف المحادثات وجهاً لوجه مع ممثلين عن السعودية فيما يظهر من الرسالة أن المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام هو من تولى نقلاً مقترح لولد الشيخ أحمد خلال لقاء جمعهما في مصقف وتعتبر الصحيفة استخدام المبعوث الأممي تعبير استئناف المحادثات يشير إلى وجود جولة سابقة غير معلنة بين السعودية والحوثي أما صحيفة القدس العربي فقد رجحت حسب من قالت أنهم مصادر خاصة من أن الزيارة التي قام بها ممثلون عن ميليشيا الحوثي الهدف منها لقاء مسؤولين أمنيين سعوديين والبحث في قضايا وقف إطلاق النار تمهيداً لاستئناف مفاوضات إحلال السلام في اليمن وقال مصدر حكومي وصل وفد الحوثيين برئاسة محمد عبد السلام إلى مدينة أبهى السعودية دون إعطاء مزيد من التفاصيل وقال قيادي في جماعة الحوثي أمس الثلاثاء إن هناك مساع لجماعة أنصار الله الحوثي من أجل إيقاف الحرب في اليمن ومن أجل التوجه إلى حل سياسي لا يشمل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تضيف الصحيفة تفاجأت قواعد الحركة الحوثية وجمهور المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الرئيس السابق صالح تفاجأوا من خطوة انفرادية أقدم عليها الحوثيون وكان وفد الحوثي قد استحب معه أسيراً سعودياً لتسليمه لبلاده دون مطالبة بإطلاق صراح مئات الأسرى من الحوثيين كبادرة حسنينية وأكدت مصادر يمنية منطلعة أن الحوثيين أقدموا على هذه الخطوة لاستباق عمليات يعد لها التحالف العربي والجيش اليمني المؤيد للرئيس عبدالرب منصور هادي لتحرير العاصمة صنعاء من قبضتهم وذكرت أن تعيين الجنرال علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة كان له دور في استقطاب قيادات عسكرية وقبلية نافذة انضمت للشرعية ووصلت مؤخراً للرياض للإسهام في معركة تحرير صنعاء في انتظار انفتاح إيران تحت هذا العنوان كتب عبدالرحمن الراشد مقالاً في الشرق الأوسط عن إمكانية حدوث تغيير في سياسة إيران تجاه العالم وقال الكاتب يلمس البعض ملامح تغيير في إيران مستدلين عليها بهزيمة بعض من قيادات المتطرفين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ويعيدون أسبابها إلى الاتفاق النووي مع الغرب وعند فحص ما طرأ تحت عدسة مكروسكوب لأنها تغييرات صغيرة سنجد أن قبضة المتشددين قوية وليس العكس تأثيرات الاتفاق السياسية أو الحكومية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المنتظرة لا نجد لها أثرا بعد وخروج اثنين متشددين من كبار المحافظين في الساحة الداخلية لا يعني شيئا لأن عددهم كبير في قيادات الدولة وسبق أن خرج بعضهم ولم يتغير السلوك ولا السياسة نعم هناك ثوق شعبي كبير للانفتاح والتعامل مع العالم وإنهاء حالة الحصار الذاتية التي مارسها النظام الإيراني على شعبه منذ قيامه قبل أكثر من ثلاثة عقود لكن النظام المتطرف يخشى أن في الانفتاح نهايته وسيحارب للإبقاء على الوضع القديم مع تحسين للأوضاع المعيشية ما أمكنه تحسينها فهو يمسك بكل مصادر القرار والثروة ويسيطر على حركة السوق ولم يعد هناك بازار كما كان يوجد في عهد الشعب وكما نوها أحد المتحدثين فإن الحرس الثوري يسيطر على 69 ميناء ومركزا بحريا وجميعها يستورد ويصدر من خلالها دون أن يدفع ضرائب أو رسوما للدولة وقد ضم الحرس الثوري تحت سلطته الكثير من المؤسسات الاقتصادية بما فيها مصاف البترول وشركات الحكومية الكبرى وبالتالي فإن الانفتاح الاقتصادي لن يتم مع اقتصاد حقيقي خاص أو عام بل مع مؤسسات حكومية لا علاقة لها بمفهوم السوق إلى صحيفة الخليج والتي ركزت على المحادثات الواردة أنباؤها في أكثر من سياق قالت الخليج جنرال إيراني يعترف علنا بالتدخل في اليمن الحثيون يطلبون التفاوض في السعودية لإنهاء الحرب قالت الصحيفة اعترف مسؤولون في جماعة الحثيين المتمردة في اليمن بزيارة وفد يمثلها إلى السعودية للبحث عن مخارج للحرب التي شنوها منذ أكثر من عام بسيطرتهم على العاصمة صنعاء واجتياحهم المناطق الجنوبية من البلاد تفيد الصحيفة أن الحكومة الشرعية أعلنت استعدادها للذهاب للمفاوضات مباشرة لإنهاء الانقلاب بينما أكدت إيران مجددا دعمها للميليشيات المتمردة عبر إرسال مستشارين إلى اليمن على غرار ما فعلت في سوريا بينما سارعت مصادر في الرئاسة اليمنية إلى نفي قيام وفد حوثي بزيارة السعودية لبحث إمكانية التوصل لتفاهمات تفضي إلى وقف الحرب المتصاعدة في البلاد أشار مصدر دبلوماسي سعودي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح للخليج قال ما تردد عن بدء مفاوضات مباشرة بين السعودية والحوثيين لا أساس له من الصحة منوها بأن التوصل لأية تسوية سياسية للأزمة اليمنية يجب أن يكون من خلال التفاوض مع الحكومة اليمنية وبحسب تقارير إعلامية وسياسية فإن جماعة الحوثي أبلغت الرياض رغبتها في الوصول إلى حل يوقف الحرب الدائرة بالبلاد من سحابهم من صنعاء وبالعودة إلى صعدة مقابل عدم ملاحقة قوات الشرعية والتحالف العربي لهم هناك فيما أكد حسن زين أمين عام حزب الحق الموالي للحوثيين أن ما جره هو تفاهمات إيجابية قد تفضي إلى وقف إطلاق النار صحيفة البيان الإماراتية ركزت في أحد تقاريرها على محافظة صعدة أوردت العديد من المعلومات عنها قالت في العنوان صعدة معقل التمرد ومرتكز الانتصار المرتقب تقول الصحيفة السيطرة على محافظة صعدة تعني القضاء على المشروع الإمامي الذي حرس على جعلها مقاطعة خاصة بهذه الرؤية التي كلفت اليمن أنهارا من الدماء وعقودا من الصراع أفشل كل مساعي بناء دولة مركزية حديثة وتعتبر صعدة همزة الوصل بين اليمن والسعودية بالإضافة إلى موقعها على طريق حضرموت من العبر إلى الجوف مأرب شبوى عمران القريبة من صنعاء كما تمتد غربا إلى أطراف تهامة قبل سواحل البحر الأحمر تضيف الصحيفة بدأت فعليا قوات الشرعية المعارك على أطرافها كما كثف طيران التحالف أخيرا غاراته على مواقع الانقلابيين العسكرية في المحافظة التي تعتبر السيطرة عليها تعتبر السيطرة عليها مرتكزا للانتصار المرتقب للشرعية في اليمن تقول البيان إذا كانت المحافظة منطلقة دعوة الأئمة وظهورهم فإنها وعقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي أطاحت بذلك النظام ظلت أسيرة لهذا الفكر والجماعة التي ترى أنها الأحق بالحكم دونا عن الغالبية العظمى من الشعب ودفع سكان المحافظة البالغ عددهم تسعمائة ألف نسمة ثمنا باهظا لتخلي الحكومات عنهم وجعلهم أسرى لهذه الجماعة صحيفة الاتحاد ركزت على موضوع حقوقي قالت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان تفضح جرائم حرب الحوثيين وصالح قالت الصحيفة عقدت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان ندوى حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن في مقر نادي الصحافة السويسرية في جونيذ إضافة إلى تنظيم معرض للصور على هامش المشاركة في أعمال الدورة الواحد وثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوضيح جرائم متمرد الحوثي والمخلوع الصالح تفيد الاتحاد أن المتحدثين أكدوا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم الإنسانية التي قامت وتقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين خاصة المرأة والطفل وطلبوا بضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمجرمي الحرب من المتمردين وبعدم منحهم أي فرصة للإفلات من العقاب وبضرورة تكريس سياساتهم الإجرامية باليمن والعمل بقوة على تعزيز تقديمهم للعدالة الدولية كما شدد المتحدثون وفقا للصحيفة شددوا على دور الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في القيام بهذه المهمة مع الكثير من حلفائها الإقليميين والدوليين وعلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الدولية المتعلقة بالتوفير الحماية للمواطنين اليمنيين خلال فترة الصراعات والنزاعات العسكرية القائمة هناك بهذا القدر من كشك الصحافة نكون قد وصلنا لختام الحلقة لهذا اليوم حتى ألقاكم في حلقة جديدة أترككم في أمان الله ونتابع ساويا الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى